الأمر الثاني يا أخوان لو لاحظتوا على سبيل المثال ستلاحظوا أن في أسلحة نوعية بدأت تدخل للمعركة يعني اليوم أسمع أنه الأخوان في فصائل المقاومة في غزة سوالي اختسام نوعية وكل مريض يدخلون بقضائق مش كلها مصنعة في الداخل إذن معناته لازال عندهم المخزون ولازالت حركة التهريب والإدخال موجودة وإلى بكرة يعني هذا الكيان هم الآن مستغربين أنه كيف تدخل الأسلحة ومن وين وفي ظل الحرب والحصار والجدر ما جدر والمجسات اللي بنعملها بتدخل من وين يجب ترضى أنك تفهم يا صهيوني أنك أنت وسط الجسد يرفضك ومهما علو على السطح الترحيب والقبل والسلام والتطبيع مهما علوت فهناك أيادة خفية من تحت لتحت بتعمل ضدك وكلما تكشف المخطط مال الصعينة مهالكم بالتهجير والقسر وكذا كلما زادت الأيادة تحت الأرض لدعم هذه المقاومة لدعم هذه المقاومة لأنه هي مثل ما خبرته هي الخندق الأول الآن أثبت لنا أنه فلسطين هي الخندق الأول بالعين المجردة وبالخمس حواز ترجمة نانسي قنقر